أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت ضرورة العمل المشترك على الصعيدين العربي والأوروبي لتنفيذ فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام تصديف إسبانيا لتحقيق حل الدولتين وإيجاد أفق سياسي للفلسطينيين في المرحلة القادمة خلال استقبالي لوزير خارجية المملكة الأسبانية خواسي مانويل ألفارس في مقر جامعة الدول العربية أكد أبو الغيت على أن المذابح الإسرائيلية في قطاع غزة وصلت إلى مدى غير مسبوك كنتيجة مباشرة للضوء الأخضر الذي أعطته بعض الدول الغربية لممارسة العدوان الإسرائيلي الغاشم والقتل تحت مسمى حق الدفاع عن النفس